أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وتراجع رأس المال السوقي بنحو خمسة وثمانية من عشر مليار جنيه لغلق عند مستوى سبعمائة وستة وتسعة وتسعين من ألف مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكس ترتي عند عشرة ألاف وتسعمائة وستة نقاط لغلق منخفضا بنسبة سبعة وثمانين من الماء بالماء مسجلا عشرة ألاف وتسعمائة وإحدى عشرة نقطة فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سافنتي نحو ألف وثمانمائة وإحدى وستين نقطة عند الفتح لغلق منخفضا بنسبة أربع وسبعين من الماء بالماء مسجلا ألف وثمانمائة وسبعا وأربعين نقطة كما سجل مؤشر اي جي اكس هونرد نحو 2832 نقطة عند الفتح لغلق منخفضا بنسبة 87% مسجلا 288 نقطة الى اسواق العملات حيث تبينت اسعار العملات امام الجنيه المصري ليسجل الدولر الامريكي 18.44% للشراء و 18.52% للبيع منسبة لليورو 19.45% 19.55% الجنيه الاسترليني 22.72% 22.83% اما بالنسبة للدرهم الامراطي فوصل الى 25.45% اخيرا الريال السعودي 94.94%